السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات المغرب أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في البداية قبل ما ننسى نقول لكم عفاكم فضلا منكم وليس عمرا باش تديرو شي جام، تديرو شي كومنتاغ، بارتاج والقناة على أوسع النطاق لأنه بعد المسابع الكرام للقناة يقول ليو بديرتك تنسى في أطوال القصة وذلك شي كتنسى أنك تذكر المسابعين بأنهم يديرو شي جام أو كومنتاغ أو بارتاج القناة سعافك إلى ما هو اللي يفكره بموما أنا فكرتكم فضلا منكم وليس عمرا نبدأ الحلقة دينا دي اليوم حلقتنا اليوم سيادنا الكرام ووقعت مع واحد السيد كالاسم دياله عب جليل هذا عب جليل كان مزوج مع واحد المراقل اسم ديالها فوزية وعيش معها هي أولدها أولدها اللي يبلغ من العمر تقريبا 24 عام أب حل مكاك هذا الدري هذا اللي نسميه السيمو هذا الدري يعني أول فوزية هذا السيمو هذا ليس هوهدك في عقله يعني طبيعي لماذا لأنه تعرض لواحد الصدمة نفسية من اللي كانت في عمره تقريبا 13 عام كان بواهل بيولوجي رجل فوزية الليولاني كان توضر خسافة وعيوما قلبوا عليه وما القوش ومن ثم السيد تعرض لواحد صدمة ولا مشيت له ما خلات في نداته ولكن للأسف السيد مشيت له كتقابل أم دياله كتهتم به هذا الشيء اللي كان يطلع فوزية مع بجليل عايشين في واحد الفيلاج كان ببعد المدينة غير بشي كيلومترات أقلالين لهذا هو تابع البوليس عايشين في واحد الفيرما هي بحل ضائعة بحل الفيرما كان واحد دار وضائرة بحل حديقة كبيرة ويمكن واحد كوري ديال بهايم وكادا الناس اللي عباسة اليوم وعند هذه الفوزية هذا الشيء كامل لا يوجد عب جليل عب جليل غير عايش مع مراته فوزية هي اللي عندها كل شيء عندها ضائعة وعندها شيء ديور آخرين وإعندها شيء أهراضي وعندها شيء ليس بس اللي وعنده واحد جوج محالات توجه تقزيرس محالات توجه الجزارة كينين في السوق اللي في البيت الموحده التي توجد محالات لا شيء فوزية اللي يكلفهم بهم وانما عب جليل عب جليل قالت بها عب جليل على سبار انه هو زوجها فوزية مجد للأصفة بأن تكلف بهم تجيبها فوزية الناس اللي خدموتمون من معا المهم يتفهم معهم على الأجرهم سوى مناصفتان أو سوى الشهرية أو سوى الأسبوعية المهم يتفهم معهم ولكن يبقى يتبعهم ويشوف الداخل والخارجة والمداخل والمخارج هو هذا عب جليل ولكن عب جليل كان إنسان فمه خاسر كان لسانه متبرر منه كان إنسان عنيف كان عنده في مراته يضربها يعيرها يخاصم عليها يتكرفس عليها مع الصباح يتكرفس عليها مع وسط النهار يتكرفس عليها بالليل الدرجة أنه ولي فات القادية دياله وندمات على النهار الذي يزوجات به فيه الدرجة أن أولدها مسكين ذاك السيم وكان شوية مدوخ ويحرب مالك يشوف ذاك راجل الممو يعنف مع معبادة الطريقة سوف يزح ويجوه ويخرج يمشي يغيب نهار يومين ثلثة أيام عاد كارجة عوتين سوف يغيب نهار يومين ثلثة أيام عاد كارجة لا يتحمل هذا الصداع والقوات هو مسكين لا حاوله لا ولا قوة لا يستطيع أن يدخل أي شيء لأن أولده لا يدخل أي شيء سوف يضربه حتى هوايا بحاله وبحال ماما جيد سوف يضربها ويعنفها وكل شيء تعلق عليها كل شيء في الدو انتبه بالماما مجدد في المسجم والموضوع ما تحتوي على مموضوع ما تحتوي على المخضر من الجزء تلك المموضوع مشغل في المهداف الملك كما قلنا لأمراك تتكلف يعني تجيب غير الناس اللي يخدمه ولكن يبقى يجاريها تكعب جليل ولكن عب جليل ما يخليها تشوح تقوله واحد كيخليه لا في المحالة ليش؟ لأنه مخيب كي يجيب بالقزارة او لا هي كي تجيب بالقزارة كي يخدمه كي يجيوه يبقى يتحكم فيهم يبقى يعير فيهم يسبهم يخاصم عليهم ثم شفارات ثم فاعلين تاركين كي يجيب بالقزارة لانسان يسبر واذا يقول العبد عنده وراء خدام هذا يخدم كتافه ماليناش كيلي يسبر ويبقى خدام شوية ولكن يتقرروا كي يشي في حالاته كيلي كيلوه يستويس على وجوه وكي يمشي في حالاته كل واحده هو اللي احتى واحد جزارة جابهم هما الأخرانين هاجوش جزارة كما نقول عندهم كرامة هاجوش جزارة كانوا هما يحايفية ما خلوا معامل خدمه مع مجازر كبار مع محالات كبارين تعتقى جزارة ولكن لأسف شديد لا يوجد فلوس ولا يوجد محالات كبارين كي يعملون خدمه غير ما يحبط الله اللي احتخبه مع عبد جليل ومراته فوزية هم عارفين فوزية اليه في رأس ماله كل شيء هذا عبد جليل رداخل غير بكبوته يكفي انه زوجة مولاد الشي هاجوش جزارة كبارين هاجوش جزارة كبارين نظهروا فيه ويقالوا يشوف انت احنا غدامين عندك احنا غدامين عند مراتك اولا ثانيا البيت تهدروا ويقولوا شي حاجة يقولوا بالادب ما تقاشت عير فينا الى عير فينا مرة اخرى سنقتلوك سنصفى اولك نوضوا معه وحد المظهر باليه كبيرة بزيه هزوا عليه جناوه وخرجوا لي تهدوا عليه اهرب ما نفعوه غير جليه عبد جليل وقدام عباد الله وقالوا لي الى بقيت يتعدنا سنقتلوك صافح احنا ملنا المراتك الفوزية تقابل نهية مرحبه ما بغاتك هاموس ويرت والله يعاون المهمة اخر لقطة شايفوها الناس مهد القزارة هما عبد جليل عبد جليل مرحبه في مشاق مشاق عند القريب القريب تعب فيلاج مشاق بشي تقضى الشراب هنا يخاف النفوزية هو الواحي اللي كنتم لماذا يخاف منها؟ لان اتبرت في مياه مره ما يجوج قلت لي ويك تبيع الراجلي الاشراب او لو عرفت و جاء عندي سكران او عرفت انت اللي بعتيه لي سنجيب لك البوليس و سنتهمك بانك انت اللي تجيب بوليس للدارون و نفعل الى كونتراك و كده كده ولا يخاف منها عبد جليل عرفت تبرية اللي تبرت مراته من القريب ولا مره 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 ما يبقي يشرب يصايفت غير شي درية ولا شي واحد يدور معه و يجيب لي الشراب ما عليناش هو مشا عند القريب هذا عبد جليل لم أعطيه شي حاجه قال لي لا مراتك مبريفية لم أعطيه شي حاجه المهم معه هو والو والو و هو ما يعطيه شي حاجه صافي عبد جليل مشا في حالته من ثم ما بقى عرفه تنشي واحدين مشا عبد جليل مرجعش للدار اوصل الليل ادخل تكسيمه من زنقه كان بايح بطبيل حال المره كانت غير في دارة نهار كامل الغدلي اليوم الموالي اليوم الموالي كما قلناه و مع الصباح بكري و في الطراغ للسوق من هذه الفيرما والاديك الضيعة او هذه المزرعة اللي كانت عيشة فيها فوزية مع رجلة مع ولدها ما بينه وبين السوق تقريب واحد المسافة شوية جوش كيلومتر او ايش حاجه يقدر الانسان اللي فاق بكري و ايش حاجه يقدر الانسان اللي فاق بكري و ايش حاجه يساكن احداث ماء و كده و منهم السيمونيت يحبطوا غير الانسان المهم الناس غادين دايزين و يكسيمه فاق الصباح شوف ماله بعد المراز فاق الصباح بكري و يفتاره و يخرج غادين والناس غادين سواء يغادين السوق سواء يغادين خدام سواء يراكب الامطة غادين 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 اللي يحترق قربوا في الخرجة و ينفقوا في الخرجة و ينفقوا في خرجة و في احد الطريق و أنا ساميه خندق المهم يجمع الناس لشكل قديلية و عجيبة لديها جدتة بشرية قربوا مقتول و غارقوا جسي موتا وكان دايز بانتلي الجوقة سيمو الفوزياء دايز بانتلي الجوقة يمشى بداك الفوضل تعرف شنو كين اشنو كيباليه او كيباليه راجل ماما اللي هو عبجلي طيح غارفوز الدمه شافد القادية هاده هو يهرب ارجع عند امو الدار سيد اشنو غيدير ارجع عند امو الدار وقال له او دير اراجلك عبجلي لا تلقها مقتول في جنب الطريق نيق في في الخارجات على الفوضل اشنو واقع والبارح لم يكن في الدار هاده هو يجغل لبساتهم ومشتك الجري نقاط الناس من المومين تماماها داعب جليل وقال راسه وقال قزارة الدار ومع البارح قتله كذا كذا كون قتله الله وعلم المهم الدنيا مرهونة تماماها كان وشي ناس تتاصلوا بالبوليس البوليس انتقلوا العين المكان جاوا عينوا الجتة تعب جليل هنا يشكون كتاشف الجريمة مشكول الكتاشف الجتة شو واحدين نقزوا قالوا احنا كنا بوحدنا كل يقول اودي السيمو كان صعب احنا شافوا الاول كل يقول جاء من اللور الله اعلم السيمو اللي سولوه والفوزية قالوا اودي انا كتغالبة لي الناس مجموعين وقفت بحالي بحال عباد الله تلقى راجل الواليدة مقتول مشيت اعلمت الواليدة هاتشي اللي كان بموقع تأكل الهضرق مزيان صاف هنا يفرتكوا الناس البوليس وبدأ المعاينة الاولية طيب الحال استدعوا الشرطة القضائية وجاءت فرقة تشخيص القضائي طيب الحال نياب العمارة الموح تشخيص القضائي لماذا؟ لانه يتم بزاعة في واحد الغاء صهره يتم بزاعة الصيد المقتول على قدر تلقي عدة طاعنات في مختلف انحاء الجسم وبينه بآلة حادة يقلبوا لي جيابه لهوية جليل رجل فوزية يقلبوا لي جيابه الملابس جليل يلقى بسطهم عنده بسطهم في الكارت ناسيونال فيه واحد مبلغ مالي مهم محترم يعني دافع الصارقة وبناء على هذا الشي هذا يتضح بأنه هذا السيد هذا لم يكن شفره لان الفلوس عنده يجيبه أولا وزايدون عدد طاعنات أو الدم الخارج منه بين انتقام هذا قتله وبقاك يقتل فيه وبقاك يقتل فيه يعني انتقام شي حاجة بينه سوف هنا البوليس وسعوا دائرة التقلاب يعني مسرح جريمة مش طهم زيان ليكون شيء آخر شي دالي شي عجلات شي حاجة شي شعرة شي أداة الجريمة سوى موس أو شي حاجة ولا 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 شي حاجة شاهدوا شاهدوا دولة المساودة على بلدي الأموات لكي يقول لطبيب الشرعي الكلمة فيه هنا لا يوجد بطمات لا يوجد أهداة جريمة لا يوجد أطار لا يوجد شي حاجة خاصة نرى طبيب الشرعي ما سوف يقول الهوية كما قلنا سوف نعرف الهائلة عب جليل من قلبه البوليس القواة تبعد أو المقر سكنة في الأصل مع والده يعني يبعده على هذه المدينة 600 كم يعني البوليس لا يأتي وين يأتي وين يأتي وين يأتي وين يأتي وين يأتي أشواط من التحقيق لا أعلن سننوى ولكن نبدأ التحقيقات أول واحد يسؤول هو فوزياء فوزياء كيف القاعدة يعودت لهم بأنه إنسان عنيف يضرب ومضمن مخدرات المكان ويوجد التجارة سيفاء مهمة وكأنه كلا يدابس لها لا ي сделали وإذا كما قلنا عن أول مخدرات وليس في حالته كلا ينوى لا أكرر أصبحت نوى زوجته ونعر أمع يابعه في المهضة يقوم سمعته بحالي بحالي عباد الله. المهم هو أن يجعله ساعة ما لم يجعله يصبح مقتول بهذه الطريقة. لم أعلن أي شيء. هو سيدي كان عانيف معي. يضربني وعنفني وكذا كذا. وهذا أخر مرة أخرى يخرج مع الصباح من بعد مفتر وعنفني وضربني في القاعدة. من ثم يشاهدون هذا الشيء لكين. هنا سوى سوى وولدها السيمو. السيمو الحساب لها المرأة فوزية. قالت بأنه كان يضربه وعنفني وخاصبه وكذا كذا. أو من الذي يضربني وعنفني. هو الذي لا يتحمل هذا الشيء. يهزح وجوده ويلبس صباطه. و يخرج. يتنف الساعة. يحتاج إلى الساعة. حتى يخرج في حالة عب جليل وعنفني. يعني السيمو عنده الدافع أنه يصفي علي. أولا رجل المرأة. و يضربه وعنفني. و معدي لي لأمه. و يتكرفس عليه. يعني ما غير يحمله. أو التالي سيكون هو الذي قتله. أجل انتبعده. أقول لنا. في ندو السنهارك. و أقول لهم أنا كنت لا أبدا سيدي. أنا من اللي خرج الصباح من الدار. من بعد ما أفطر. يعني هذا كان يخرج عب جليل. خليته وأبقي الناس. أنا عارف بقايدة. و عارف من والدي له. كيف يفطر كيف يضرب الوالدة. أنا ما كان بغيش نتحمل هذا الشيء كامل. خرج قبل ما يفعق. و السنة والسيدي. يعني حسيت بأنه أخرج يكون مشاف حالاته. و أرجعت للدار. شوية أفطرت. و أرجعت للسوق. جيت للسوق كان دور. كان رايح مع ذلك الغزارة. لخدامين عند الوالدة. كان رايح معه بعد مرة شوية. كان جمع معه. جيت لحتها. عارفتهم بأنه مرتدار و معه. و نوضه معه القيرة. و تبعوه بمواصل مقاد. و نفعوه غير جليه. هاتشي لقاوي الغزارة. و قالوا لي شي ناس. و جيتنا باللغة الوالدة. هاتشي لكين. حتى أصباحه. و عارفتهم تقتل بذلك طريقة. و بعد مرميه في الطريق. هاتشي لكين. هاتشي لكين. مازيان. هاتشي لقاوي الغزارة. كانوا جوج. جابوهم. و هاتش كائنا هذه الحضرة هاتي. انتم تباربتوا مع عبد جليل. و هزيتوا لي الماس. و قلتوا الله سأنا نقتلك. و نفعوه غير جليه. هاتشي دي. كائنا هذه الحضرة هاتي. و لكن لم يقتلناه و لم يقبلوا. و فسابقناه. و هاتشي كانت غير تهديد. هاتشي لكين. لا تعرف ان يتعامل. لا تعرف ان يتعامل. لا يعرف ان يخرج من اللسان. او تسعيد معنا بل لسان و او حاجة مديانة. فلما يتعامل معنا بحل شي عبيد. في تباع التعبوه. او حاجا . هاتشي من التعبيئي لكين . هاتشي لسى قطله غير الأحساف في أمه. هاتشي لكين. لا تعرف ان تصابعهم. ومشينا في حالاتنا الضارة في مشيته أتبعنا معه هرب أتبعنا معه أحد شوية هرب ورجعنا كمال الخدمة لإحتاس الدين الماحل ومشينا في حالاتنا لديورنا كنا كان يقولوا وقل الغدلية يمشوا عند فوزية باش نتبرعوا فيها ويستعقلنا بلير صافي السيدرة ويقال يدور بنا هذا ما كان لأقل أو الأكثر وفي انتظار الطبيب الشرع يخرج تقريره ويقول لنا الزمن التقرابي على وفاة وعلى الضوء الزمن التقرابي سوف نرى كل واحد البرنامج اليومي دعونا نبحثوا في الماضي عب جليل مع فوزية وعلى ولدها السيمو أم ذاو القصة من الأول أراكليا في نواحي كتامة نواحي كتامة في ضواحي كتامة أمه كان واحد السيد يقول له الهاشمي الهاشمي في السينات من العمر تقريبا عنده 62-63 عب رجل فلاح و أغلب الفلاح غير من الكيف المهم يعني دار تجارة و دار فلوس و دار يعني دار واحد ثروة و أغلب الفلاح كانوا عنده عشرة ما بين أولاد و بنات بطبيعة الحال عنده أربعة ديالة و عنده سسة ديالة ماشي من زوجة واحدة و إنما من جوج الزوجات أولاده كبارين 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 ماشي صغار و هو من يدار الفلوس أم كهبت المدينة كهبت المدينة يدور هنا و هناك كهبت المدينة و هناك فوزية كانت في عمرها تقريبا 19 عام و كما قلنا في ستينات من عمر كانت عنده 19 عام و كانت تزوينة و صغيرة و عطي اللين و كانت دار بها دار تزوج بها و تزوج بها و من يدار بها و كانت دار و كانت دار تزوجة من المدينة و كتبها في الاسم و تمتلك وُولد معها تسيم و فرحات و فراح و كذا و الأولاده و عيالته ولين عارفوه بأن تزوج و كانوا سنجح عليهم و لكن من بعد الفضحاء القاضية و عارفوه بأن تزوج الولد مزيان و عندما يأتي عنده و يجعره و يهدوه و تدور فيه والزوجة فوزية وولده وولده لا يتجد الولد لأنه سيزاحمه في الميرات وقالوا بأنه يكون لديهم فقط وضعوا بشيء ويقوم بمشيء مرة أخرى تصالحه مع أولاده وعيالته وعندما يجب أن يكون مراته فوزية مع ولده يجب أن يكون لديهم فوزية ما نقلع؟ لديهم شيئاً يتجد وضعوا في القطاع في هذه الفلاجة وفقناها للدائعة ودوره بالصور حديقة وقالوا بكثير طريقة وكتبت فوزية في الاسم وقالوا لك يغطق عليها عن هذه المعارات وكتبت له مراته وكتبت له ذلك المعارات وكتبت له شيء جدير لا يحالوا بشيء كيف أجد فوزية جثة من الأور وغدى كل شيء وكتبت الولد غير حالة فمه وتابعها اي حاجة قلت اللي يشريها لها وحنا مكرفصناه بالعداب وغيرتها مارا لا 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 ولو يجيوا عنده ويهدوه وكذا رجعوا سين يهدوه يعني وولاده عنده كما قلنا استدي الولاد واربع دي البنات احنا نهضروا غير الولاد كانوا يجيوا يهدوه ويدوروا فيه ويدوروا فيهم ويجرع لهم وكذا فوزية مكانش حاملة القادية هذه وفاد الأثناء هذه كان حبط في الدو واحد منهار وهذا كعب جليل كان خداما كان تقريبا لم يفعلوا فوزية في أعوام كبيرة كان كبير منهار في أعوام قليلة حبط في الدو حبط ودراعه اليمن كان يتسخر ومشي يجي كراقة فوزية خدامها في هذه الفيرما او هذه الضيعة لأنه فاد الأثناء هذه كان هدى الهاشمي هذا هراجل فوزية كان يغيب كان يمشي الكسامي يشوف الأشغال ويمشي على الولاده وكذا لا يجيش بصفة يومية الفيرما يعني ليس يعيش مع فوزية ونقول لكم كان يتكلف لي بالأعمال وتمفد في الفيلاج ومحالات وكذا هدى عب جليل كان دراعه اليمن كان يتساق لي واحدة اتقالية كبيرة بزعف بشات يام و جات أخرى لحتى دار الولد يعني السيمو تلتاشر عام يعني شحاب العام وعيش مع هدى عب جليل يعني داس ليام و جات أخرى هدى عالهيشمي طابل حارة كبر رفعت سبعين عام ولس عنده وحد ثلاثة وسبعين او لا اربعة وسبعين عام قرر وحد النهار انه يسمح في كل شيء في كسامة ويجي يعيش بصفة دائمة مع فوزية في الفيرما صافي جاهزة فيرمال محالات وكذا كذا وكذا كل شيء في اسم فوزية ولكن هو قل غري نعيش مع مراتي وولدي صافي هنا باركة عليها من تامعها فلوسة موجودة صافي جاهزة قرر انه عيش فارتها احنا مراتي وولدي ولكن غير شيء اشهر قليلة مشي بزيه غادي بات ما يصبح هدى الحاشمي غادي يغبر احنا المرأة هدى فوزية غد تلز والدها وغد تمشي مهد عب جليل باعتبار انه دراع عبو ليمن دراع رجلها وغد يمشي عند البوليس غد يدير واحد البحث لبيت عائلة يقول له سيدي هدى الراجل ليس لديه من عام وكذا كذا تصوير صورة كاردية وكذا كذا ولكن احنا معرفنا واش مشي عنده ولاده ومراته ومعرفنا واش توضر هنا في الفيلاج الله اعلم اشنو واقع لي واش قريسة واش واحدين وقتله الله اعلم هنا البوليس خرجوا قلبه واشنو قاتل انفوزية قاتل الموت دير اولاده يجيوا عندي مرة مرة يهدوني يقول لي انت تكرفز على الوالد والديتيل اللي براه وقدامه وكذا كذا قد ينقتلوك ونفعلوك ونتركو ليك ونقلوك وانتقلو عندهم ولكن بحثوا مراهب وكذا وكذا الوالد ديالهم مجاش من اللي اخر من الراجل اللي مدينة عند فوزية او لجهة الفيلاج عفونا عند فوزية من تمام قاشر جع المهم بخلاصة الامر الراجل الغبر تا واحد ما عرفو بات مصبح ما عرفو واش مسافر ما عرفو واش مية ما بانت لجهة تلوالو ما عرفو واش قتلوش واحد ما عرفوه الله وعلم غبر لي الاطر سافي هنا يا داز تقريبا شي عام منورة الاختفاء المفاجئ تاعد الراجل هذا سافي مشات المحكامة وطلقات راسا منه عادي عند الحق طلقات طلقات المحكامة موراها اشنو داز موراها تزوجات بدا بجليل تزوجات بيه وهو اللي احترض عن هذا السيمو اللي احتكبر اولا شاب يعني يعيش معه شحام نعم هذه المسيرة وهذه السيرة تعفوزية مع عب جليل المهم راجع التحقيقات ديالنا في المقتل هذا عب جليل كما قلنا هذا عب جليل هذا عنده صداع مبزافة الناس عنده صداع ماذا كالجزيرة جوج عنده صداع ماذا كالسيمو كان يعنفو يضربها وتكرفس عليها وهذا أطراف جديدة في القادية اللي هما أولاد الباترون السابق اللي هو الزوج اللولاني بابا تاسيمو وراجل فوزية اللولاني يعني الحاشمي كانوا حالفين فيه يقولوا بأنه ضحك عليه وهذه الفوزية واستغفله بوانا والدولة اللي وراه اللي قدامه يعني هما منورة متزوجه وراجلها وهدوا عنهم مرة ما هي مرة ما يجوج وعطوا لي مع البوليس والبوليس فره معهم لا تشيل وعطوا لي وعطوا لي وعطوا التحقيقات هذا كان خرج التقرية الطبيب الشرعي طبيب الشرعي أولا السيدات تلقى تقريبا سباة الطعنات بألة حادة يعني هذا اللي قتله حنج فيه مال أو يطعن فيه الهتاق صافي تأكد برد انتقام أو تصفيت العلم عند الله صافي كما توقع البوليس هذه انتقام ليس صارح لأنه كان عنده أحد لغة الفلوس في جيبه حاجة أخرى قال لي هذا السيد هذا ستقتل مع جوي تسعود لعشرة تعليم يعني ما بين تسعود لعشرة تعليم ومكان لا شرب لا شي حاجة هنا أنا أول وحدين ولي عندهم عداوة معه مشهورة من الفيلاج هم قالوا لنا الشرفة مع جويها تسعود عشرة يعني ليلة وقوع الجريمة فين كنتوا هذا كان نهار نيت لدارتوا معه الليلة ديالها فين مشيتوا من وراء تسعود العشرة تقريبا احنا كنسدوا المحل ما جويها تسعود تسعود لكن تسدوا المحل لدولنا أيها زيد كمّل وش كلية عندكم تأكد بأنكم سديتوا المحل ما تسعود أكين فلان وفلان وفلان واحد الأصدقاء أقول لهم تماية سؤولهم بوليس أسيدية بصحنيت تسدوا تسعود قد قد تقريبا بعد المرة تتعطله شوية بعد المرة تسعود قد 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 المهم قبل تسعود ما تسدوش مزيان مرة تسعود في مشيتو مرة تسعود مشينا حولنا حواجنا سماعي ومشينا للمحالاتنا هل كنا نمشي يمكننا إلقاء العشاء ومشيتنا ومشيتنا سمتنى هذه ايضا لنا إطار الأمرأة أي مرة الضحية تضيير تبغل الوجود تبغل ومسر تبغل وعندها سهول وهذه الليلة في مهنتي من اللي خرج راجلك يعني هدك أبجليل واش بقى أرجع لدار قاتلي مناصل هدري قاتلي مرة الأولى أسهدي من اللي يفتر معايا وعن فنيكي في القائدة وضربني دار البروتوكول لياله ومشا ومشا منت بممرجعش اللي حتى الغدلي سمعت أخبار لياله بأن أتلقى بكتول جنب الطريق وهذه الليلة انتية في رايحتي معامن كونتي في مشيتي في نجيتي أشك نوقع لك قلت لي مسيتي هذه الليلة أنا عاقل عليها فكتبت مع واحد جارتي هنا يا واحد سيدة عنده واحد دار سيارة يتعطل بالليل مكيج بكري وكان دخل عندها يعني ما تدخل عنده هي و هذه الليلة انا كتدخل عندها ما جيت من عندها يحتاج ويبحل ما كالحضاش عند دخلت الدار لأن الدار لأن الدار جنب الدار ما هي بعيدة إلى بزيف أهم من وراء هذا الشيادة صافي من وراء ما دخلت الدار قلت لكم كان هناك راجل يجي يجي صافي نعس وولدك كان هذه الليلة او للا ولدي لا ما كانش كان ما زاله مدخلش مش هو يسوله السيمو على اعتبار تاور عنده دافي عنه يصفل هذا السيل لأنه راكي عن فوق يضربه يكون حاقدة له وقال لي مش هنقول لكم انا كما قلت لكم مرة الأولى سيدي من اللي افطرت او قبل ما افطرت انا خرجت بلف دوره لأنه خليته نعس وانا ما كان بغيش نتصادم معه حيث قلقاني فايعك بديه في يد رفوية ما قدر صداح كان نشوفه كدر والده ديما مقايش قادر على هذا المشهد من اللي حسيت بي بأنه صافي مشى رجعت الى دار افطرت مع الوليدة وخرجت يفرش مشيت للسوق وعرفت بأنه ملك الزيرة هو ملكي قلقاني صافي ووراها صافي رجعت قلت الوليدة وابقيت غير كندور كان دور كان دور كان دور كان دور في الفلاج في السوق هنا في القهوة هنا هنا وابقيت عقل السيدة في كتب الدبط والسيدة اصلا ماشي هو هدك وماشي نورمال وابقيت عقله وابقيت عقله وابقيت نعست والده وابقيت نعصة مزيان هدراته جاءت مطابقة مع هدراته أمه ولكن في نفس الوقت ما عندهم شيء تتأكد الهدراء بأنه رمشي هو ملفعلة في نفس الوقت ما عندهم شيء قوي بأنه رمشي هو ملفعلة يعني يبقى حيارين في العمر هنا خلوه جانبا في المشاوة تاني البوليس ومشاو الولاد الهاشم الولاد الهاشم جابوهم من هذه المنطقة لهم عايشين فيها كانوا استاكين ما قلنا سولوا غير الولاد يعني الابنات مسؤولوا مش كانوا مجوجين وعايشين مع رجالهم سولوا غير الولاد لأنه هما كانوا يهدوا على الجليل مع هذه الفوزية جابوهم في كتين حروق الجريمة في كتتاة في كتتاح نحن لا نتبعوهم كاملين كاملين جابوا واحد حجة غياب قوية وكاملين كانوا في المنطقة اللي ساكن فيها هما وهذه المنطقة ربعيدة بزاف على هذه البلاسة في الوقاعات الجريمة وبالتالي ماشي هما وكتاة في المنطقة وكتاة في المنطقة المهم هناك قادة التقيق من بعد ما قدمهم كاملين يعني تقدموا هذو الولاد الهاشمي او خلبه ليس ملقوش اللي يمشي داري القوي ولكن خاصة تقدموا قدام النياب العامة هما و الفوزية وهذه الزارة نياب العامة حالتهم لا قادة التقيق كل شيء يخرج في حالة صراحة كل شيء كل شيء يخرج إلا هذا السيمو السيمو يحضر معه حق معه مهم حق معه مهم حق معه مطلع لا تتشعج عنه ولكن فيما يكون شيء تحقيق سيأتي السيداء ويأتي السيداء وفيما تكون جلسة التحقيق البوليس يأتي السيداء السيمو ويأتي السيداء يأتي السيداء واحد من نهار ويأتي السيداء وهذه الفوزية دميتها في الصباح أو عنده تأتي السيداء في تاريه والآلانهي، وهو اللية بملابسية في أممينishing 40% المروة وأماني شعره 30% ذلك whoa C. طميلة ولكنًاأخذ شعره بالأمر المزيد على مجرية الراجلة صحيحون لani قتلني هل انه زلدت صغر؟ عائشة على مؤلاء فسيما فIdentitud 전ها المغنم هل أنتم عرفته سيشكل soul وهو يقتلني حتى عنايا. المهم هنا يطاروا البوليس القاولي القبر وجابوه. احنا قلوا لا انتي قلنا بعدها. كيفاش هو يقتل راجلك وبغي قتلك؟ قلت لما سيدينك تشكى. انا مكتش اكدك تشكى بانه هو يقتل راجلي. لانه كان حاقت عليهم وكيحملوش وبغي يصفى لي. لان راجل الله يرحموك انك يضربوه عن نفوك هذا. مزيان اها. وباش عقسي به أسيدينك النهار انا هو يراتبعوه. يعني ماشي الهضر يقل بوليس فلول يتحقق على السيد ماشي يندوخ. يعرف شنو كيدير. هو شنو دار هو ورا فطار مع عبجليل. ورايح معهم وعنفوا مع عبجليل كيف يلقى ايدر. وضربوه وقدامو وعنفها ودار فيه تهوايا ما شنو قال ليه. خلها عبجليل يحتخرج وتابعوه. هي شافتم اللي تابعوه. والك اللي بلي تسمع لغضله بانه ورا تقتل عارفته بانه ورا هو. لهذا بقى تحاضية معه. في الدرجة النام اللي تدخل بي ديالة ناس. ليس لك ناس. كتبقى فايقة. كتبقى غير شيء بشيء 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 بشيء. بشيء 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 بشيء. وكتبقى بشيء. الليلة اللولة التانية التالتة الرابعة. اللي يحتل هذه الليلة هذي. شافته جايكي يتسلل. وبغيت عنها. بغيت قتلها. يعني هي هربت. لقات الفوصى وهربت. وجاءت عن البوليس. لا تشيل كيين. قال لي ما نكتشك بانه هو القتل الراجلي. ولكن ده بتأكد من اللي حاول انه يقسلني. ولكن هو قتل الراجلك. لانه حق ذلك يعنفه. ولكن ترك يا امه. علشي قتلك. ها. قولي علشي قتلك. والله ولم اسيدي. سولو اسيدي. هنا يا هاي طولي. يعني اصلا همارشدوه. قالوا لي. اهو اللي بعدها. علشي قتل المك. علشي قتل الولي ديالك. علشي قتلت راجل ماماك. لانه كان حق ذلك. وما يحملك. وضربك. وعنفك. عادي انك تقتل. وعندك دافع انك تقتل. ولكن امه. لماذا تقتلها. قالوا لي. انا قتلت وفعلني. سفيتها لي. اهو امك. كيف اش درسي لها. لماذا تقتل لازمه. نحن نعرف الدافع. اللي يخليك انك تصفى الاحتيائية. وهنا سنراجع. ما حال من عام. يعني ايامات هاشمي. هاشمي السيدة كما قلنا. رامي اللي ولات عند الدرس هذا 13 عام. هو رجع قرر انه يعيش معهم. يعيش معهم في الفيرما. يعيش مع مرتب وولده. سوف يستقرب بصفة نائية في الفيرما وفد الفيلاج. هو كان جايب مع عب جليل. عب جليل ديره بحل بلانتو ديالو. يتسخر ليه. مهم يدور معه. دير فيه تقيقة. ديره بحل ولده. كان يقول له هاشمي هذا. ان عب جليل هذه كفوزية ربحة اخته. ولكن هي رماشي اخته. هو من اللي كان يمشي الكتامة. كيقضي الاعمال ديالو. كيشوف عيالة اللولانيات. ويشوف ولاده. والتجار ديالو. كيبقى عب جليل. كيدخل كيستافد من الوضع. انه توحد مكين. الدري غير صغير. عنده 13 عام. حين ما اكاك 12 عام. ولكن الدري. كيشوف كل شي. وعرف كل شي. وعرف بانه كيشي حاجة مشي تلعب من وراق الاب البيولوجي ديالو. يعني عب جليل مأفوزية. هنا يملي جاق هوية بصفة دائمة. يعني بغي يستقرب بصفة دائمة ديالو. بحل ضيق لهم الخيناق. بحل زي حموم. ملقوش الراحة ديالو. هنا يقرروا انه مصفي وليه. فعل نيت. واحد نهار. غير جاق. عرفوه بانه صافي يعيش في مماية. وغير يتفرش معه. ويسيده عنده كل شي يكاتب لها كل شي في الاسم دياله. وعطيه فلوس ومبرعه وكذا. قررت انها تصفى لي. صفى وليه يبجوش بهم. مشاو خنقوه واحد نهار. هو راشد كبير. رخيط السبعين كما قلنا. قتلوه. قتلوه فين مشاو دفنوه. هم كانوا على اساس انهم من اللي قتلوه دروة العملية. الدري رسخرون شي بلاسق. مشاو صيفطوه. يعني وضروه باش ما يدي ما يجيب. ولكن هو رجع. رجع في المرحلة انهم كيدفنوه فيه. فين دفنوه. دفنوه في الجردة. في الحديقة ديال هذيك الفيرمديالهم. هذيك الحديقة. هو شافهم. شافهم. هو ما شافوه. وعارفوا بان الدري عار كل شي. ولكن. ما طرحش يمع بالهم بانه غدي. غدي يربط الأحداث. ويعرف بانه هذيك را ربوه. هو ربوه هذيك اللي دفنوه سمايا. يعرف بانهم قتلوه. ودفنوه سمايا ودفنوه. يعني ودالو الإطراب. والربية وكذا. ولات الأمور عادية. دوزن نسمى ما دي ما نشيب. صعب هنا يتم فين ولات عندو ذك الصدمة نفسية. كما تلتاشر عام ولات عندو واحد صدمة نفسية. مخلات فين جلات بها الدم موفوزية. ولكن هناك مشخص للحالة بالسيد. وقال ليش حاجة في النفسية. وابقى حاقب. حاقب محامش عب جليل. ومحامش ممو. ومحامش الوضع. كي يشوف بواهد فن قدامه. عرفوا بانه هم القتلوه. قرر انه انتقب. بقى كي يتبع عب جليل. خاصوا شي طريقة. شي طريقة بشي صفالي. وتو واحد من الدم يجيب. اللي يحتمشى القزارة. والقزارة تبعوه بجنة. وتبعوه بالمقهد. وكل شي طريقة تبعوه بالقتل. والله سوف نقتلوه ونصف روالي. كذا كذا. هرب. هرب. هو تبعوه. تبعوه. يحتمشى عن القراب. قراب لم أعطاها شراب. لأن نفوزية كان مطارس في القراب. مشى. فيه مشى. يعني هو ردابز مع القزارة. ومشى عن القراب. رفنس النهار الأولاني. ولكن النهار الثاني فيه مشى. هنا سيمو يقول لنا في المشا. كان يمشى هذا الجليل. وكان يخون مراته. كان يخونه مع صاحبتها. عنده واحد دار في الفيلاج. وكان يبقى معه نهار كامل. لحتى الليل. عاد يجي إلى الدار. هو سيمو كان يجيب الخبار لهذا. ولكن ما أمره للمقه. لأنه يمشى شي. وبغي انتقم. لا أقل ولا أكثر. وكان يبقى سامر عليه. اللي حتى كان جاي. خرج من عندها. وجاي. وطرق خاوية. وطرق خاوية. وطرق السبع دي العشية. لن يبقى يدرسي شي واحد. حتى يجي جاي 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 جاي. مع جوه هذي. تسعدونة. صبح المكاك. مهم جاي جاي جاي. غير بوحده. هجنو ياسيمو. تبعو. جاه من اللور. وعطيه طف. ثلاثة عدو. طف طف طف. اللي حتى قتله. غارك الدم دياله. زاد أخلى الله. أرجع كي يجري. درق الموس بالمعرفة دياله. أوقع كيدو. ثم شي ساعات. عاد أرجع. من اللي شاف الموسى في ناسات. مادات ما جابت. دخل اناس. كأن شيئا لم يكن. فاق الصباح. ومشاق. دازم الطريق. لا يعود يشوف شكو الكساش في الجريمة. أو لا. عارفوه شي حاجة. وليش حاجة. جاب حاله بحال الناس. شاف. أرجع عند أمه. قال له. ودرقه في الناس. مقصول جمي طريق. وصير يشوف شكو كن قتله. ايا فاش. جاتوا. وبدو بتحقيقات كيف ما قلنا. في الأول. مشاه هو البوليس. مشاه هو الفيرمةة الدفوزية. دخلوا. للحديقة. وراهم. هتدري هذا. وراهم فيه مدفون بواه. كين بشو. كي يجب دو. جتة بشرية. صافي. موقفة أوله. غير واحد جلابه قديم. صافي. يعني. من جحام العام. هو مدفون. ثم معه. تعرفات الحقيقة. هو الاختفاءة على الهاشم. تكون قتله. هو جديد الضحية لنا. وهذه الفوزية. في الزوجة. هذه الفوزية. هذه الفوزية. صافي. هنا تقدمت هذه الفوزية. طابة حال. وغي تقدم تاد السيمو أمام العدالة. هذه الفوزية هذه. تحكم عليها. بالمؤبد. بينما هذه السيمو. تحكم عليه. ثلاثين عام. دي الهبس. في هذه النهاية. الحلقة اليوم. نتمنى أننا تنال. العرية ديالكم. والله يرحم لكم. موالدين. على حسن إصراء المتابعة. دمتم اوفي. القناة. وبنساوش. جيم. كومنتار. بارتاج القناة. والسلام عليكم. ورحمة الله وبركاته.